لو أنا دلوقتي بأخذ الحباية دي يومياً كل يوم بعد الفطار أنت كنت أعلن في اللقاء سابق أنه يكون يفضل أنها تتخذ الصبح صحة كده بعد الفطار طيب لو عدت مثلاً شهر أو شهرين بأخذ المالتي بايتمان بتاعي بشكل منتظم هل هحس بشكل ملموس بشكل واضح بتغيير ما في إحساسي بنفسي وإحساسي بصحتي ولا الحاجات دي ما بتتحسش أول هتحس على طول النموذج أحسن كتير أول ما التمثيل الغذائي بيعلى عندي والميتابوليزم بتاعي بيعلى الموت بتاعي بيتحسن قوي ده بينعكس على الحالة المزاجية طبعاً لو ما عنديش تمثيل الغذائي وما عنديش قيد ما عنديش نشاط ما عنديش نشاط عندي اكتئاب يعني أو عندي زهقانة يعني الدنيا اليوم هيعدي إمتى وكلام لكن وانسان عندي نشاط وعملت كذا حاجة في اليوم أنت من نفسك مودك بيتحسن وعايز أقول لك كل اللي اشتروا فعلاً من استاد العوم لقالب مالتي فيت كلموا عن طريق برضو الرقم اللي ظهر على الشاشة كل سنتر بيقول لي على طول قد إيه مبسطين ورجعوا عملوا ري أوردر على طول سواء مثلا للأم أو للأب أو للأولاد واتبسطوا جداً من نتيجة فمع تكرار استخدام ألف مالتي فيت المزاج هيتحسن النشاط هيتحسن المناعة هيتحسن لو أنا عندي نقص شوية في المناعة ودي مشكلة على فكرة احنا لازم نعزز منعتنا جداً احنا كنا خدنا بنا من أهمية المناعة بس بعد ما ظهرت كورونا مستجددتها مش بس كورونا ما انت عندك فطريات كمانا ما كناش نحسن التعامل مع الملف ده على أماميته انت عندك فطريات قاتلة يعني الفطر في حاجات كوارث فلازم طول الوقت أدعم مناعتي أنا لسه سمعة نلعيب كورا في أفريقيا لسه متفرج على قناة مات من الفطر الأسود عشان عنده نقص في المناعة فلازم طول الوقت ندعم مناعتنا لازم نعمل وقاية هو ايه اللي حصل والدنيا بقت مليانة فيروسات على ميكروبات هو ايه اللي استجده وفيه ما كنا حلوين والله عاشيت زي الفطر سبحان الله بس ده يستدعي بالضرورة ان الواحد يكون عنده وعي ويدرك أهمية حفاظه على صحته خصوصا في أوباء يعني أوقات انتشار الأوباء اللي احنا عايشين فيها دلوقت للأسف طبعا مهم أول ألب مال تيفي طبعا لازم كل مرة أقول المرخص من هيئة سلامة الغذاء بدعم جدا قصة المناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على فيتامين إي وزينك التلاتة وبنحاس كل دولة عايزين بيدعموا المناعة ترجمة نانسي قنقر